اشتركوا في القناة اتبع قواعد التصفح لحماية نفسك وحماية حاسوبك استخدم دائما اسما مستعارا بدلا من اسمك الحقيقي عندنا هنا طابق العبارات بالفئة الصحيحة عندنا الأسماء المستعارة المناسبة والأسماء المستعارة غير المناسبة طبعا اسم الشخص الكرتوني المفضل لدينا هذه مناسبة اسمي الحقيقي هذه غير مناسبة عنواني غير مناسبة اسم فاكهة المفضلة هذه مناسبة عندنا هنا صح ام خطأ لا تشارك معلوماتك الشخصية مع معلمك هنا صح استخدم اسمك الكامل عند التواصل مع اي شخص عبر الانترنت هنا خطأ اذا طلب احد ما عنوان منزلك فيجب ان تعطيه اياه هنا خطأ الآن ننتقل الى هنا طابق المشكلة الناتجة عن مخاطر استخدام الانترنت طبعا عندنا اذا شعرت بعدم الارتياح اتجاه اي شخص يجب ان ماذا اقطع الاتصال به اذا ظهرت لك صفحة غريبة طبعا ابلغ والدي عند مقابلة الاصدقاء الانترنت يجب ان يكون والديك على علم تام او يجب ان يرافقك طبعا احد عندنا هنا نختار الاجابة الصحيحة ما البرامج التي يجب استخدامها لحماية حاسوب من المخاطر نستخدم برنامج مكافحة الفيروسات السؤال الثاني ما السؤال الذي يجب الاجابة عنه في اثناء اجرائك محادثة عبر الانترنت اين تقيم اذا ظهر لك اعلام بانك قد ربحت مبلغا ماليا طبعا اتجاهل اعلان واغلق النافذة عندنا هنا صح ام خطأ استمع دائما الى الاخرين الاجابة صحيحة لا تصبر اذا لم يجب الشخص المتلقي عن رسائلك هنا خطأ يمكنك القاء اللوم على الشخص ما اذا لزم الامر هنا خطأ عندنا احبر عن حالتك المزاجية باستخدام الرموز التعبيرية هنا صح ارسل رقم هاتفك الى الشخاص لا تعرفهم هنا خطأ لا تبدأ رأيك بوضوح هنا خطأ انشر صورك الشخصية هنا خطأ احرص على ان يكون منشوراتك مختصرة وهالبة هنا صح ايضا هنا صح ام خطأ من المهم وضع عنوان لرسالة البريد الالكتروني هنا صح من اللاقي توجيه النصائح لمن يرتكب الاخطاء الملائية امام الجميع طبعا هنا من اللائق توجيه النصح لمن يرتكب الاخطاء الملائية امام الجميع هنا خطأ معرفة عمر الشخص الذي تقوم بالحديث معه هو امر غير مهم هنا ايضا خطأ يمكنك التعبير عن شعورك باستخدام قموز تعبيرية صح كن مهذبا عند التواصل مع صيقائك المقربين فقط هنا خطأ الآن نقوم باملاء الفراغات باستخدام الكلمات المناسبة التزامك بأخلاقيات التواصل دليل على رقيك في استخدام الانترنت طبعا السخرية هي تصرف سيء عند التواصل عبر الانترنت لا تجب أصدقائك الانترنت عنده عن سؤالك العمر أو عنوان المنزل لا تتفرط في الخلافات عندنا صح أم خطأ الانترنت مخصص للأطفال فقط هنا خطأ من الآمن مشاركة المعلومات الشخصية عبر الانترنت خطأ استخدم اسم مستعار ليس ضروري عند تصفح الانترنت هنا خطأ يعد عنوان منزلك معلومات شخصية صح يمكنك استخدام تاريخ ميلادك ككلمة مرور هنا خطأ كتابة كلمة أو عبارة في محرك البحث يعطيك قائمة نتائج هنا صح يتيح لك فتح تبويب جديد وزيارة العديد من مواقع الويب في الوقت نفسه هنا صح إذا كان لديك أكثر من تبويب مبتوع يمكنك إغلاق واحدا منها هنا أيضا صح الآن ننتقل إلى تطابق المسميات الآتية بأيقوناتها الصحيحة طبعا تبويب جديد عندنا هذا هو الشكل متصفح الانترنت عندنا يكون بهذا الشكل إغلاق التبويب يكون بهذا الشكل كذلك عندنا الشريط العنوان يكون بهذا الشكل وأخيرا نتائج البحث تكون بهذه أو بهذا الشكل وبكذا انتهينا من حل هذه الصبحة الآن ننتقل إلى هنا ضع إشارة صح أمام السلوك الصحيح لإجابة المستخدم فيها الانترنت طبعا البريد الإلكترونيات المزعجة هنا خطأ تحية صح مهذب صح ألفاب سيئة خطأ محترم صح ضع اللوم خطأ محتوى هادف صح الشائعات خطأ أيضا هنا انتهينا الآن ننتقل إلى هنا طبعا املأ الفراغ تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية عبر الانترنت يمكن أن يكون اسمك المستعار أحد الشخصيات الإلكترونية المفضلة إن تاريخ ميلادك هو خاص ويجب حمايته من المهم تجنب استخدام أرقام كبيرة عند اختيار الاسم المستعار مثل رقم الهاتف كذلك يختر اسما مستعارا بالتشاور مع أفراد أسرتك عندنا هنا ألسق الملسق المناسب طبعا برمجيات خبيثة تصيب جهاز الحاسوب وتضره اللي هي الفيروسات برامج أو برنامج يكشف عن الفيروسات ويزيل عن جهاز الحاسوب عندنا برنامج مكافحة الفيروسات الإجراء الذي يجب عليك تجنبه عند رؤية الإعلانات هو الضغط على الإعلانات طبعا يمكن التعبير عن مشاعرك في أثناء الدرشة عبر الانترنت باستخدام طبعا هذه الملسقات ويمكن يرسال رسالة وصورة باستخدام هذا وتجنب فتح رسائل البريدية الإلكترونية مثل هذه عند التواصل مع الآخرين عبر الانترنت يجب عليك تجنب طبعا يجب عليك تجنب رسال رسال المزحجة وبكذا انتهينا من هذه الوحدة الثالثة في عالم المتصل للصف الثالث أتمنى أن نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثالث لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو وشكرا لكم